اشتركوا في القناة وصلت الجهود نحو تعزيز العلاقات الثنائية بما يصب في صالح البلدين الشقيقين كما تم مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير مستوى التعاون وتنسيق على كافة المستويات العسكرية وخلال الاجتماع أطلع قائد الفيلق سمو رئيس الحرس الوطني على حالة المناطق المنكوبة بالفيضانات التي شهدتها باكستان خلال الفترة الماضية وخاصة مقاطعة السند وجهود عمليات الإغاثة كما شكر قائد فيلق كاراتشي المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية البحرينية وحكومة مملكة البحرين على الدعم المالي للمتضررين من الفيضانات مشيدا خلال اللقاء بالتعاون العسكري المتميز بين البلدين الشقيقين كما أكد سمو رئيس الحرس الوطني أن مملكة البحرين تقف دوما إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة وذلك ترسيخا للعلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين وشعبيهما معبرا سموه عن مؤساته لذوي الضحايا والمصابين